مرحبا حبايبي برج الجدي اهلا فيكم في قراءتكم العامة واول جانب عزيزي هو جانب المشاريع والوظيفة خلال هاي الشهر القادم عندنا الكوب الصغير بيجوفوتر وعندنا كرت برج القوس التوازن او الاعتدال وعندنا ايضا العربة رح اقول لك خلال هاي الشهر رح تأتيك مقترح للعمل في مشروع مختلف شيء انت كأنما تنتظره من زمان الضوء الاخضر رح يأتيك او تسمع عنا خبر من فم احد الاصدقاء احد الاشخاص اللي يتمنون لك الخير يعني كأنما رح يقولولك يا برج الجدي المنطقة اللي كنت دائما تريد ان تفتح فيها مشروعك صار فيها محل خالي للاجار او حتى على سعيد الوظيفة صارت فيه وظيفة شاغرة في المكان الفلاني اللي انت لطالما كنت ترغب ان تعمل فيه فيه خبر عن ترقية خبر عن وظيفة شاغرة عن شيء انت تقدر تصعد تجاهها في الحياة العملية رح يأتيك من فم احد الاشخاص المحيطين فيك واللي ايضا يتمنى لك السعادة والخير يعني يأتي من فم انت تستطيع ان تثق فيه بعدها عندنا كارت التوازن اشوفوا هنا برج الجدي كأنما وازن امورك قبل ان تدخل في هاي القرار لا تتسرع وان كان الخبر جيد وجدا ايجابي ولكن لا تتسرع بالقفز في هاي الفرصة الجديدة وفي المشروع الفرصة نفسها جدا ممتازة المشروع فيه الكثير من الخير الاقبال فيه الكثير من المردود المالي لك ولكن احرص ان يفكر بحذر تخطط اترتب امورك حتى المالية امورك في وظيفتك القديمة عملية الانتقال الى مشروع جديد الى وظيفة جديدة انت اللي لازم تضمن لنفسك انه هي تكون سهلة ومرنة فيها انسجام لا تكون متسرعة لان عندنا هني كارت العربة كأنا مبرج الجديد يقول انا قوي بما فيه الكفاية امتلك الشروط والمعايير امتلك ايضا الاموال خلاص احس ان هاي الفرصة اللي اللي طالما انتظرتها رح اقفز فيها نعم خذها خذ هذا الخبر الجيد ولكن عاينه اكثر تفحص فيه اكثر دقق فيه عشان ما يكون فيه جانب انت نسيته او اخفلت عنه ولكن بشكل عام فرصة جدا جميلة تأتي الى حياتك العملية خلال هذا الشهر الجانب اللي بعده عندنا جانب الاموال نبتدي مع فارس السيوف تعرفون الفارس اللي يعتمد عليه صاحب المهمة وايضا اسميه صاحب الهمة ويتلوه ثلاثة الخماسيات وعندنا كرت القوة كرت برج الاسد برج الجديد خلال هاي الشهر رح تأتيك ظروف مفاجئة تضطر ان تقطع فيها وتغير فيها اولويات مصاريفك المالية فيه شي رح ما اشوفه شي سلبي ولكن شي يقطع عليك الطريق يطلب منك حدث مفاجئ ان هذا الفارس في دخولنا يكون مفاجئ حدث مفاجئ يطلب منك ان انت تعيد النظر في طريقة صرفك فيه يمكن انت قاعد توفر كثيرا يمكن قاعد توفر قليلا يمكن العكس يمكن انت قاعد تصرف في مثلا على الترفيه اكثر ما انك تصرف على الاستثمار في مستقبلك او العكس في جانب عندك محتاج ان تنظر له وهذا الحدث المفاجئ اللي يدخل في حياتك بالعرض رح ينبهك دائما اسميه نقمة ولكن محتواها الحقيقي نعمة اوكي لان بعدها يأتينا ثلاث الخماسيات ترتيب جميل توازن افضل لحياتك هذا الحدث يمكن مصروف زيادة يأتيك يمكن فجأة احد افراد الاسرة يكون يحتاج العلاجة وانت حتى تحتاج العلاج ويكلفك الكثير من الاموال فانت تضايق من المصاريف اللي رح تدفعها ولكن هذا الحدث اللي انت ما تدركه حدث فارس السيوف ان يدخل حياتك رح ينبهك ان انت مثلا كان المفروض توفر حق هاي الوقت قبل كان المفروض تستعد قبل فراح يعيد ترتيب اولوياتك وايضا رح ينبهك على جانب انت جدا قوي فيه برج الجدي انت قوي جدا في جانب التحصيل الاموال الاموال تتبعك لان هذه هي طاقة الارض طاقة الاموال هي طاقتك الطبيعية في الاموال تتبعك وين ما انت تروح شنو ما كانت اوامرك او توجهاتك الجديدة ان انت توفر او تصير عندك اموال اكثر انت استطيع رح تتمكن ان ترى خلال هذا الشهر قوتك الحقيقية لان عندنا هني كارت برج الاسد وهو القوة القوة رح تكون اقوى من الظروف اللي تأتي في طريقك خلال هذا الشهر اشوف عندك هني حاجة جديدة رح تضطر انك تصرف عليها اموال ممكن تكون حاجة علاج حاجة مساعدة احد من الاهل شي انت ما خطط له ما خطط له كأنما انت مخطط له كل شي يا برج الجدي عندك ترتيب منظم لحياتك المالية ولكن في جانب رح ينبهك ان انت يدق على بابك ويقولك انت ما وفرت من اجلي هذا الجانب بالذات انت ما وفرت من اجله اشخاص ايضا يحتاجون مساعدتك خلال هذا الشهر ننظر الى جانب الدراسة بما اننا جميعا والكثير منكم سألوني عن هاي الجانب اللي مقبلين على دراسة او اللي اصلا في مرحلة دراسية عندكم كارت الامبراطور انزين تسعة الاكواب والسيف الصغير برج الجدي انت تحصيلك الدراسة لطالما كان متميز هذا الشي ما في شك وما في نقاش ولكن لا تصل الى مرحلة تعتقد ان الامور دائما رح تمشي على اللي انت خطط لان خلال هذا الشهر في شي رح يستفزك شي او شخص في امور الدراسة في نتيجة انزين في نتيجة ما راح ترضيك في الدراسة ما اقول ان نتيجتك ما راح تكون مرضية ولكن احتمال ان انت الجامعة او المؤسسة اللي تنتسب لها من اجل التعليم يقبلونك ولكن في شروط اذا انت تريد القبول يقبلونك ولكن في شروط يطلبون منك مساعدة الطلاب الاقل حظا والاقل تحصيلا هذا اللي قاعدة اشوف اشوف هني برج الجدي يقول انا وصلت الى مرحلة جدا متميزة وانا شاطر في تحصيل العلمي ولا ارغب لان رقم التسعة عندنا هني التسعة هو رقم الاستقلالية ترغب ان كل جهودك انزين كل طاقتك ووقتك اروح تجاه نفسك انت تحصيلك الخاص ولكن كانما في الفترة القادمة الجامعة او المكان اللي تنتسب له راح يطلبون منك ان تساعد اشخاص انت تشوفهم كانما حتى مو مستحقين للمساعدة اشخاص تحصيلهم العلمي اقل منك انت تقول ليش انا مو مضطر انا مو مضطر انا دفعت اللي علي انا سويت اللي علي انا تفوقت ليش تطلبون مني مساعدة زيادة في طلاب هني اما انهم راح يطلبون مساعدتك واما انه راح يصيرون معاك في مجموعة مدرسية مجموعة تحصيل علمي يحاولون بما ان عندهم طاقة المراهق يحاولون ان يعيشون او يكسبون من وراء جهودك الخاصة هذا عنده طاقة الطفيلي او المعتال احذر منهم اذا كانوا يحاولون ان يكسبون من جهدك الخاص مثلا طلبه في نفس مشروعك الدراسي واذا كانوا لا فعلا محتاجين مساعدتك فحاول ان تساعدهم وتخرج شوي من طاقة من طاقة النفس والاستقلالية لان انت مستقل ناجح انت على الطريق الصحيح علميا وصلت الى مستوى جدا متميز يا برج الجدي حتى لو لم تكن تدرك هذا الشيء ولكن في اشخاص هنا في عندكم نوعيتين احذروا من هاي الاشخاص اما تحتاجون ان تعيرونهم انتباه حقيقي وتساعدونهم وتمدلهم يد المساعدة او تتخذون حيالهم الاجراءات الصحيحة لان يحاولون هنا يعيشون على جهودكم كانما هذا الشخص اللي الطالب الذي يصبح افضل منه المعلم ولكن لانه عنده سيف في النهاية يطعن المعلم المعلم هو انت لان انت المطلوب منك ان تساعد هؤلاء الاشخاص الجانب الاخر عندنا جانب الهجرة الكثير منكم يسألوني عن هاي الجانب واضفته الى القراءة العامة نبتدي جانب الهجرة بالنجمة النجمة هو كرت تحقيق الامنية وراءه كرت هذا كرت برج الدلو عندنا هنا كرت برج الحوت العالمة والهيرمت برج الجدي هذا الشهر بشكل عام قاعد احسي هنا في طاقة اعادة النظر في الامور سواء الامور العملية المالية انت وصلت الى مستوى اصلا متميز ثابت ولكن دائما مثل ما يقولون في مجال للتحسين دائما في مجال للتطوير ما في مستوى نقدر نقف عندك كبشر نقول خلاص وصلنا الى العلا هنا المطلوب منك بخصوص بجانب الهجرة اشوفك هنا انت حاط عينك وتريد ان تقدم الى دولة معينة ترى فيها الحياة المحترمة حياة الرخاء الى انت استحق ان تعيش فيها وجود العالمة هنا تبين ان في امور انت مخفية عن او ما اخذتها بعين الاعتبار او مخفية عنك الصورة الكاملة مخفية عنك لانا عندنا ثلاث كرتات طاقتهم طاقة الليل او الظلام ما فيهم طاقة نهار طاقة القمر وطاقة النجوم عندنا هنا بما معنى ابحث اكثر لان عندك الزاهد او المتصوف ابحث اكثر كأنا ما اعتقد ان في دولة اخرى او طريقة اخرى للتقديم رح تكون اسهلك دولة اخرى رح تعطيك امتيازات اكثر لا تقلل من تقدير نفسك اذا كنت مثلا حط في بالك دولة مثل كندا او مثل دولة عربية فهنا في دولة هي قاعدة تبحث عن مواصفاتك وخبراتك ومهاراتك ورح تعطيك ايضا امتيازات اكثر رح تقدر تعيش اسهل واسرع تصل الى مبتغاك في هاي الدولة المختلفة الطريق الى روما ليس خط مستقيم هذا الرسالة لك من جانب الهجرة دعنا نشوف الجانب الصحي هذا الشهر يا برج الجادية عندنا كرت القمر الكثير من كروت الليل وخصوصا كرت برج الحود وعندنا كرت الحكم والغصن الاول ام في شيء خاص كريات الدم عندك يحتاج ان تنظر الى الموضوع في موضوع انت مهملة او اهملت محتاج منك ان تدقق اكثر كأنما اشوفك هنا يا برج الجادية انت قاعد تنظر الى المنظور العام لصحتك وتقول انا وزني تمام ضغطي تمام كل الامور الاساسية تمام فتفترض ان صحتك لا يجب ان تراعيها اكثر من شذيء ولكن وجود القمر في امور تفاصيل زيادة مخفية عنك على الاغلب تكون امور بخصوص كريات الدم او تعداد شيء في تعداد رقم في صحتك اوه اللي لازم يظهر الى العلن اوه اللي لازم تفحص فيه لا تعتمد على حكمك الخاص تقول احس اني بخير خلال هاي الشهر محتاج الى حكمة او حكم الطبيب الخبير الشخص اللي يفحصك لا تعتمد على حكمك الخاص دائما حكمنا الخاص يكون مضلل لان عندك هني كرت القمر كرت الغموط حكمنا ينبع من رغباتنا ولكن حكم الشخص المحترف اللي يجب ان تذهب اليه لتنظر الى صحتك بشكل تفحص فيه اكثر واعمق هو اللي محتاجه خلال هذا الشهر خصوصا اذا كنت تعاني من اعراض او كنت تحس باعراض بس تحاول انك تتحاشى زيارة الطبيب انزل الجانب القانوني اذا عندك يا برج الجدي اي امور متعلقة في المحكمة هاي الفترة خلال نشوف عندك مرة ثانية فارس السيوف كرتين او هاي الكرت تكرر مرتين عندك وراء ايضا ثلاث الخماسيات مثل اهني ثلاث الخماسيات تكرر عندك في هاي الجانب وراء ثلاث الخماسيات وراء كرت الشمس قاعد احس ان برج الجدي انت من الابراج الواضحين والصريحين ولكن اذا عندك قضية في المحكمة لا تخرج لا تفصح عن كل كروتك وتقول كل الحقيقة في وقت واحد بعض الحقائق ممكن ان يستخدمونها الطرف الاخر ضدك لا تخبر الاخرين خصوصا في النظام القانوني لا تخبرهم عن اخضائك بالعكس اريهم الجانب المشرق من الامور اللي انت سويتها لا تدخل وتقول لاني انا صريح ودائما افتخر بالصراحة راح اقول لكم اللي حدث بالضبط وتقوله كأنما قاعد اشوف ان الطاقة راح تنعكس عليك في طريقة ثانية مختلفة طريقة مبتكرة ان نقول فيها الحقيقة مثلا بدل ما اقول انا شفت شي غلط ولكن ما تكلمت لاني ما اعتقدت انه غلط في ذاك الوقت لو مثلا كنت في محكمة قول انا شفت شي غلط ولكن صار في شي ثاني خلاني اعتقد انه مو غلط وقتها لا لا تتقبل كل الملامة لا تتقبل كل الملامة ولا تحترف بخطأ انت ما اخطأت فيه هذه هي رسالتك في الجانب القانوني لاني انتظرك نجاح ولكن او او كسب قضية هني عندك كسب قضية والامور والكفة تروح لمصلحتك انت اذا عرفت شلون تلتف وهذا الالتفاف ترى مو انتفاف سيء او فيه تلاعب بالعكس هذا التفاف لان النظام يعمل بهذا الشكل اعرف اهني قبل ما تتكلم الرسالة لك قبل ما تتكلم بالحقائق خلال هذا الشهر اعرف كل الجوانب اعرف شنو الكلام اللي ممكن تقوله في النظام القضائي في محضر الشرطة اللي ممكن يستخدمه الاخرون ضدك ان انت كنت تعلم وانت عليك مسؤولية قضائية في مجموعة من الاشخاص يحاولون يجرونك معاهم الى ان برج الجدي كان معانا في المجموعة كان يدري ولذلك لازم يتحمل معانا نوع من المسؤولية القضائية مسؤولية سور القانونية بدل ما التهمة يحملونها اثنين قاعدين يحاولون يشركونك واذا في اي شي خاطئ تشوفه قاعد يصير في محيطك خصوصا في محيط العمل في شي خاصة الاموال والشراكة ابتعد عنا الانسحاب طيب ابتعد ولا تنظر الى الوراء ولا حتى مرة واحدة لان هذلين قاعدين يشتركون في شي شائك في شي شائك ماليا رح يصير شي يوعيك ولكن قانونيا محتاج انك ما تشترك معهم عرفت يعني نفس الكروت ولكن الرسالة والطاقة تختلف عندك في النهاية كرت النجاح رح تسلم الله سبحانه وتعالى رح يسلمك من هاي الشركة اللي يحاولون يدخلونك في هاي الاشخاص اللي يتهمونك ننهي القراءة العامة لهاي الشهر بالقراءة العظفية القراءة العظفية الغزل طبعا يكون من شعر والغزل اللي خارج لك يا برج الجدي هو غزل تسعة وثمانين مثل ما قلت لكم باختلاف اوضاعكم الاجتماعية سواء انتم منفصلين انتم مرتبطين او غيرها حاولوا انت اقضون الرسالة وتطبقونها على حالتكم الاجتماعية رح نبتدي اول بيتين يقولونك يا برج الجدي ايها الساقي احضر الخمر فقد مضى شهر الصيام وناولني القدح فقد انقضى موسم الوقار والاحتشام في شيء يا برج الجدي رح ينكشف لك عن عن الشريك عن اكتشاف رح لحظة اكتشاف تكتشفها عن الحب بشكل عام فكرتك عن الحب فكرتك عن العلاقات العاطفية رح اصير عندك وضوح اكثر وضوح اكثر نشوف في البيت اللي بعده ومضى العمر العزيز فتعال حتى نعوض العمر الذي انقضى في غيبة الابريق والجام يمكن انك قاعد تنتظر رجوع شخص معين او دخول حتى شخص معين في حياتك العاطفية كأنما اشوفك هني استسلمت تقول خلاص اللي صار صار الزين اللي ما راح يرجع ما راح يرجع واللي رجع حياه الله واجعلني ثمنا بحيف لا استطيع ان اعلم وانا غائب عن صوابي ارتع في واد الخيال من الذي اقبل ومن ذا الذي ذهب وراح يتكرر عندك نوع من الملل تريد ان تسهى تب شيء خلال هاي الشهر يسهيك عن حقيقة الشريك او الحبيب اللي تنتظر دخوله في حياتك او اللي تنتظر رجوعه يعتمد على وضعك الاجتماعي صرت صرت تحتاج الى واشوف انه فيه شيء فيه شخص راح يدخل حياتك بمثابة يكون الالهاء هني انطلبت الخمر الخمر مو معناه دائما الخمر الكحول ولكن شخص او شيء يمثلك الهاء الهاء لحد ما يدخل او يرجع شخص اللي انت تنتظره خلال هذا الشهر انت قاعد تطلب الالهاء والالهاء هو اللي راح يأتيك وعلى امل ان تصل الينا جرعة واحدة من كأسك ردت على مصطبة الخلوة دعائي لك كل الليالي والاصباح كان عندك امل ولو بصيص يعني بصيص امل جدا ضعيف وتتوقع القليل يعني حتى ما اشوف برج الجديد توقع الكثير ومبادرات وتحقيق المستحيل كنت على الاقل تتوقع اتصال سؤال مبادرة بسيطة خبر منه دخوله دخوله حتى بشكل سريع في حياتك تعبت من الانتظار وكأنما تحس خلال هاي الشهر انه خلاص ما اريد ما اريد اضل انتظر بعد الان يقول لك خلنا نشوف من هذا الالهاء من هذا الشخص من هذا الظرف او الشيء اللي راح يدخل حياتك ويكون الهاء انت هنا تنتظر توامر الروح او الحبيب ولكن مش معناته انك راح ترفض دخول شخص مؤقت في حياتك يمثلك الهاء او على الاقل رفيق في الخلوة في هاي الفترة يقول لك ودبت الحياة في روحي وانتعش القلب الذي مات منذ سرت نفحة واحدة من نسيم الشراب الى مشامي هذا الشخص الجديد الشخص الجديد ممكن نكون مو بس شخص الهاء شخص جديد يدخل في حياتك يلحيك عن الكثير من التعب العاطف اللي انت مريت فيه في السابق انت كأنه ما في البداية نبتدي القراءة انه برج الجدي فيه مثل الصومعة دار راسه مثل تأثير الكحول عليه دار راسه عن طريق اش كثر مار فيه مع الشريك وفي الحب وفي العلاقات العاطفية فيه شخص تشوف يقولك دبت الحياة في روحي وانتعش القلب الذي مات منذ سرت نفحة واحدة من نسيم الشراب الى مشامي الى مشامي فيه شخص جدا وجوده خفيف خلال هاي الشهر راح يدخل حياتك كأنما زائر او ضيف كأنما يعني لا تعول عليه كثيرا لا تحط مسميات على دخوله راح يدخل في حياتك مجرد عشان يذب الروح فيك من جديد يعطيك امل في الحب من جديد يعطيك امل انت محتاجهني خلال شهر سبعة دفعة امل اشوفك فقدت الامل واقترت زاهد فلم يسلك طريق السلامة وذهب العربيد لاحتياجه وضراعته الى دار السلام الحياة يا عزيزي يا برج الجديد دائما تحب ان تثبت ان احنا خاطئين كأنما اهني الرسالة لك خلال هالشهر الشخص اللي وايد ضيعت وقتك تفكر فيه وتهتم له وتنتظره وتنتظر رجوعه اهو الشخص اللي ذهب اهو الشخص اللي ذهب ولكن نهايته بعيد عنك ترى مو في خير وفي سلام ان اقول لك اغتر الزاهد فلم يسلك طريق السلامة الطريق الصحيح لهذا الشخص اللي انت تفكر فيه كان رجوعه لك ولكن اختر لحد الان ما رجع فمن اللي حل مكانه ذهب الاربيد لاحتياجه وضراعته الى دار السلام الشخص اللي ما كنت تتوقع انه راح يكون على قدر من المسئولية اللي ما كنت حطه في بالك ولا حتى تفكر فيه او تعيره اهتمام وهو اللي راح يدخل حياتك يكون بمثابة هني يقول لك نسيم ينتعش قلب يكون يعني دخوله ما بيقول لك يضل الى الابد ولكن دخوله خفيف يحيي الاموات دخول يحيي فيك مشاعر انت تحس انه خلاص تعبت منها وماتت من زمان ولان هذا الشخص اللي تفكر فيه مغتر مغتر بنفسه يعتقد لان زاهد دائما يفكر انه راح اسوي المستحيل والله سبحانه وتعالى في النهاية راح يحميني الله يحميننا اذا احنا اخذنا بالاسباب الله يرزقنا اذا احنا امننا بالرزق هاي الرسالة عندك هذا الشخص انغر في نفسه واعتقد انك دائما يا برج الجدي راح تظل تنتظره لذلك هو بالعكس اسرف في الابتعاد ابتعد زيادة ولكن سيحل مكانه شخص انت لم تتوقعه لانه تشوف العربيد وهو اللي يذهب الى دار السلام دار السلام هي كونية عن الجنة اسم ومرادف للجنة العربيد يدخل الجنة والزاهد يروح بالعكس ففي عكس هنا في الامور في حياتك العاطفية وانفقت ذخيرة قلبي في الخمر والمدام يعني شوف الكثير من الوقت ضيعت يا برج الجدي على حديث ما قاعد يفيدك على شخص ما قاعد يفيدك على علاقة حتى ما قاعد يفيدك من الاخر وكان زيفا اسود فذهبت من اجل ذلك في الحرام لانه اصلا الشخص اللي قاعد تستثمر فيه لم يعرف قدرك زيفا اسود لم يعرف قدرك لم يعرف قدر معدنك لذلك مهما قدمت من تنازلات وانتظار وكل شي في الحياة لو قدمت نفسك على طبق من ذهب الشخص اللي لم يعرف قدرك في السابق لن يعرف قدرك بعدين نادرا الا ما يكون فيه شواذ للقاعدة اهني اقول لك و الى ما احترق احترق كالعود في نار التوبة فناولني الخمر فقد انقضى العمر في حب الساذج الخام دخول هذا الشخص اللي ابدا ما تتوقع دخوله في حياتك خلال هاي الفترة ولو انك كنت تتمنى شخص صغيره ولو انه كان في قلبك وفي خاطرك شخص ثاني في النهاية اشوفك راح تأخذ بيده تتقبل وجوده تبتدي تؤمن فيه تؤمن فيه لانه عربيد صح من يؤمن بالعربيد وانه راح يدشي الجنة الكثير من الاشخاص لن يصفقون للعربيد وقلون له ستذهب الى الجنة العكس هنا قاعد يصير فكأنه ما في النهاية انت راح تتقبل عرضه تتقبل دخوله وهذه ايضا النصيحة لك انه بغض النظر من هو الشخص دام انه متمسك فيك يرغب البقاء في حياتك هذه هي الغاية سواء كان عربيد او كان زاهد باختلاف انت من اخترت اختار اللي يختارك مو تختار اللي ما يختارك هذه الرسالة لك ولا تنصح حافظا ثانية فلن يهتدي الى سواء السبيل ضال وصلت الخمرة الصافية الى حلقة وثمه خلال هاي الشهر يا برج الجدي راح تكون عندك صحوة عاطفية راح تكتشف فيها انه فعلا اللي ما يبيك مثل ما قلتلك لو قدمت نفسك له على طبق من فضة وتعبت وسويت وانتظرت ما راح يكون قد المسئولية ما راح يوم الايام يلبس الرداء ويكون الفارس الشجاع واللي يبيك وان كان عربيد راح يصير زاهد وان كان خطأ راح يصير صواب من اجلك انت اوكي فرح يكون عندك هني يضال ان وصلت الخمرة الصافية الى حلقة وثمه بالعكسر راح تكون عندك صحوة تكتشف خلال هاي الشهر حط بالك زين يا برج الجدي خلال هاي الشهر من اللي يوقف معك في الحياة العاطفية من اللي يسأل عنك من اللي يسوي عشانك مبادرات يحاول يتقرب لك هذا هو الشخص اللي ما بقول لك حبك الحقيقي ولكن هذا الشخص اللي اكفأ ويستحق وقتك وجهدك الشخص اللي ما يستثمر فيك لا تستثمر فيه هذه هي رسالتك العاطفية لهذا الشهر عزيزي برج الجدي هذه كانت قراءة ترجمة نانسي قنقر